أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء الذي ذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهبداهم وبعد هذه الآيات تعود مرة أخرى إلى الحديث عن غزوة أحد بعد هذا الاستطراد في بيان صفة المؤمنين الذين يستحقون مغفرة الله عز وجل ودخول جناته سبحانه بحمده يقول عز وجل قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة المكذبين يعني لما ابتلى الله عز وجل المؤمنين بما وقع لهم في معركة أحد بدأت الآيات هنا تنزل لتسليهم ولتبين لهم أن الذي حصل لهم من الأذى والقرح والألم والشدة أن هذه سنة الله عز وجل أن يبتلي أولياءه ويصطفي منهم من يشاء ولهذا قال لهم قد خلت من قبلكم سنن والسنن هي الطرائق الثابتة وهي سنن إلهية ولذلك قال قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض يعني قد خلت من قبلكم ابتلاءات الله عز وجل لعباده ولأوليائه فأصابهم ما أصابهم من البلاء والشدة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة المكذبين سيروا في الأرض سيرة متبصر متفكر متذكر للأحداث التي وقعت في هذه الأرض وهذه السنن الإلهية التي يشير إليها عز وجل سنن إلهية في النصر والتمكين وسنن إلهية في الهزيمة والفشل فنصر الله عز وجل له سننه وأسبابه والهزيمة أيضا لها سننها وأسبابها ولهذا قال عز وجل فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة المكذبين وهذا الحقيقة يعطينا أهمية النظر في التاريخ وأخذ العبرة منه لأن التاريخ لا يزال يتكرر أحداث التاريخ لا تزال تتكرر هي هي تختلف الأزمان والأماكن والأشخاص لكن حقيقة الحدث لا يزال يتكرر في جنس البشر لأن البشر هم البشر وطباعهم وصفاتهم وأخلاقهم هي هي فلأجل ذلك يتكرر منهم الفعل مرة بعد أخرى ثم قال عز وجل هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين هذا الإشارة إلى القرآن الكريم يبين عز وجل صفة القرآن فيقول هذا بيان بيان للناس يعني بيان للحق والباطل فيبين لك الحق ويبين لك الباطل وهدى يعني دلالة على الهدى الذي يقودك إلى رضى الله وجنته وموعظة للمتقين الوعظ الزجر والتخويف أصل الوعظ الزجر والتخويف يعني موعظة وزاجر ومخوف للمتقين هذه الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل هي حقيقة أوصاف تختصر لك وصف القرآن الكريم لا أظن أن هناك آية أبلغ في وصف القرآن الكريم من هذه الآية إذا أردت أن تصف القرآن فقل هو بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين فالقرآن قد أبان طريق الحق وطريق الظلال فاتضح للناس وهو أيضا يهديهم من أراد الهداية يهديهم إلى السبيل الذي يوصلهم إلى الله عز وجل وهو أيضا أبلغ موعظة وزاجر للمتقين ولذلك هذه الصفات أو هذه المعاني التي جاء بها القرآن الكريم تتحقق للمتقي هو الذي ينتفع بها ثم قال عز وجل وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعْلَوِنْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ لا تَهِنُوا يعني لا يصيبكم الضعف والعجز والجبن ولا تحزنوا على ما أصابكم يوم أحد من قتل وجراح وألم وهزيمة لماذا الإنسان لا يصيب ولماذا المؤمنون ينهاهم الله عن الضعف وعن الجبن وعن الحزن لما يصيبهم أو أنتم الأعلون الأعلون بإيمانكم بالله عز وجل فكون الإنسان يعلم أنه على الحق وعلى الهدى مهما أصابه من البلاء فإنه لا يصيبه الحزن لأنه يعلم أنه على الحق والهدى وأنتم الأعلون أيضا بعون الله لكم ونصره وتأييده فقد نصركم الله عز وجل قبل أحد وأيضا قد وعد الله عز وجل المؤمنين بنصرهم وقد نصرهم حتى فتح الله عليهم مكة فقال وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين يعني إن كنتم مؤمنين حقيقة فلا يصيبكم الوهن ولا يصيبكم الحزن ثم أيضا تأتي الآية تستمر في تسليتهم فيقول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين إن يمسسكم قرح القرح هو الجراح التي أصابتهم في معركة أحد ويشمل أيضا القتل فنوع من الجراح يبقى الإنسان معها ونوع من الجراح يموت الإنسان بها فإن أصابكم قرح فقد مس القوم قرح مثله يعني أصابهم قرح مثل قرحكم فقتل منهم من قتل وجرح منهم من جرح في هذه المعركة وفي قبلها وفي المعركة التي قبلها وهذا عزاء للمؤمنين يعني أنتم لستم الذين فقط أصابكم الأذى والجراح بل حتى عدوكم أصابهم الأذى والجراح وتلك الأيام يداولها بين الناس المداولها التصريف فتداول الأيام تصرف لك مرة فتكون لك الغالبة وتصرف عليك مرة فتكون الغالبة لغيرك مرة يدال لك ومرة يدال عليك وهذه الأيام كما أخبر عز وجل يداولها بين الناس وهذه سنة من سنن الله أنه يداول الأيام بين الناس مرة للمؤمنين ومرة للكافرين وهذه سنة الله عز وجل نداولها بين الناس هذا أمر يعني سبب الذي أصابكم أن الأيام نداولها بين الناس والأمر الآخر وليعلم الله الذين آمنوا أصابكم ما أصابكم ليعلم الله الذين آمنوا العلم هنا يعني أن يظهر المؤمنون حقا من غيرهم فيتميز المؤمنون بإيمانهم وصبرهم من المنافقين بقعودهم وفعلا تميزوا بعد ذلك وعرف المنافق من غير المنافق والسبب الثالث أو الحكم الثالث ويتخذ منكم شهداء يعني أصابكم ما أصابكم ليختار منكم الله عز وجل شهداء يتفضل عليهم بمنزلة الشهادة ومرتبتها ويتخذ منكم شهداء وتأملوا دقة العبارة في قوله يتخذ يتخذ منكم شهداء وأيضا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين يعني المتجاوزين حدوده عز وجل التاركين لجهاد وقتال عدوه ثم أيضا حكمة أخرى مما أصابهم وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين التمحيص التطهير محص الشيء يعني طهره وليمحص الله الذين آمنوا يعني يطهر الذين يطهر الذين آمنوا ويمحق الكافرين المحق الإهلاك ويهلك الكافرين إذن هذا البلاء الذي أصابكم أولاً لسببها المداولة بين الناس وليعلم الله الذين آمن يظهر المؤمنون حقيقةً ويتخذ الشهداء وليمحصكم يمحص المؤمنين من غيرهم فتتمحص الصفوف المؤمنين من المنافقين ويمحق الكافرين وسبحان الله هذا الذي أصاب المؤمنين من الجراح والأذى كان سبباً في أي شيء في محق الكافرين وقطعهم بعد ذلك فهذه هي النتائج التي نتجت عن هذا الذي حصل للمؤمنين وربنا عز وجل يلفت أنظار المؤمنين في هذه الآية حينما قال إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلِهِ إلى مبدأ في غاية الأهمية في باب الجهاد في سبيل الله وهو ما يتميز به المؤمنون عن غيرهم يقول عز وجل إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهِ المؤمن يُصيبه الجراح وكذلك الكافر يُصيبه الجراح المؤمن يُقتل وكذلك الكافر يُقتل في المعركة هل فقط الذين يُقتلون المؤمنون؟ المؤمنون كلا بل المؤمنون وغيرهم يُقتلون لكن المؤمنون يتميزون عنهم بما قال الله عز وجل في الآية الأخرى في سورة النساء إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون نفس الآلم الذي يُصيبكم أيضا يُصيبهم لكن ما الذي نتميز عنهم؟ وترجون من الله ما لا يرجون المؤمن مهما أصابها في الجهاد أحد أمرين إما أن يُنصر وإما أن يُستشهد فيؤجر عند الله إحدى الحسنين إما النصر إما الشهادة وكل منهما مرغوب محبوب مطلوب للمؤمن أما الكافر فلا يرجو إلا النصر فقط لكن المؤمن يرجو أحد هذا الأمرين إما أن يُنصر على العدو أو أن يُستشهد وهذه الميزة العظيمة هي التي تجعل المؤمنين يصبرون في ساحات الوغاة وساحات الجهاد وتجد أحدهم أسرع لرقاء عدوه من سرعة عدوه فرارا منهم ثم قال عز وجل بعد ذلك أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أم هذه منقطعة أم منقطعة للإضراب للانتقال من الكلام الذي قبلها إلى الكلام الذي بعدها وهي تفيد الاستفهام حتى أن كثيرا من أهل اللغة يقولون إنها دالة على الاستفهام حيث وردت إذا كانت بمعنى الانقطاع فالمعنى هنا هل حسبتم أن تدخلوا الجنة والحسبان هنا الظن والتوقع يعني هل ظننتم أيها المؤمنون أنكم تدخلون الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم قوله ولما يعلم هذه لما تفيد النفية مع توقع الحصول الشيء تقول لما يأتي زيد يعني الآن زيد لم يأتي لكنه متوقع أن يأتي لكن حينما تقول لم يأتي زيد فأنت تنفي مجيئه دون أن تتوقع حصوله وهنا نفى الله عز وجل العلم بالمجاهدين بظهور المجاهدين من غيرهم ومع توقع أن ذلك سيظهر ونعم قد ظهر بالجهاد والقتال في سبيله ظهر المؤمنون حقا من غيرهم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يعني ولم يظهر الذين جاهدوا منكم من غيرهم من المنافقين وأيضا ليعلم الصابرين ودائما ما يذكر الصبر في مقام الجهاد فهو قرين الجهاد لأنه لا جهاد بغير صبر ثم قال عز وجل بعد ذلك وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَا الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ويذكر الله عز وجل المؤمنين لما سبق فقد كانوا يتمنونه أليس الصحابة هم الذين كانوا سببا لخروج النبي من المدينة في معركة أحد هم الذين دعوا النبي إلى الخروج وإلا فالنبي مع كبار الصحابة كانوا يرون أن يبقوا في المدينة لماذا أرادوا أن يخرجوا أرادوا أن يدركوا الفضل الذي أدركه إخوانهم في بدر فلأجل ذلك لأجل هذا تمنوا الخروج فذكرهم الله قال يعني كيف يصيبكم الحزن وأنتم كنتم تتمنون لقاء عدوكم ولقد كنتم تمنون الموت يعني تمنون الشهادة في سبيل الله أو من حرصكم على الجهاد كأنكم تتمنون الموت من قبل أن تلقوه يعني من قبل أن لقاء أسبابه ولقاء أسبابه بلقاء بلقاء العدو فقد رأيتموه يعني قد رأيتموه الآن وأنتم تنظرون له عيانا ليس فقط رؤية عقلية وإنما هي رؤية حقيقية رأيتمو أسبابه ولذلك قال وأنتم تنظرون له عيانا ثم قال عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن ماتا وقتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فليضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين هذه الآيات تشير إلى ما وقع من المؤمنين بعد أن شاع بينهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل في معركة أحد فقعد بعضهم عن القتال باعتبار أن النبي قد قتل فما عدا من حاجة للقتال فقال الله عز وجل لهم وما محمد إلا رسول قد خلت يعني قد انقضت من قبله الرسل وهل أحد من الصحابة يشك أن أنبياء سابقين قد قضوا وماتوا لا أحد يشك بذلك ولكن يأتي التذكير بهذا الأمر لأنهم فعلوا فعلا من يشك في هذا إذا كان الأنبياء قد ماتوا قبله فمحمد عليه الصلاة والسلام مثلهم يموت كما يموتون ويقتل كما يقتلون فلماذا تقعدون عن الجهاد في السبيل بسبب موت النبي أو قتله أفإن مات موتا طبيعيا أو قتل في الجهاد انقلبتم أصل الانقلاب الرجوع انقلبتم على أعقابكم والعقب هو مؤخرة القدم وهذا مبالغ في شدة الانصراف والرجوع يعني انقلبتم راجعين على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا يعني من يرجع ويدع الجهاد في سبيله وحمل رايته فإنه لا يضر الله شيئا بل يضر نفسه أن خذل نفسه ولم يسلك بها سبيل سبيل الربانيين من أتباع الأنبياء ولذلك قال عز وجل وسيجزي الله وسيجزي الله الشاكري ثم قال عز وجل بعد ذلك وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكري أخبر عز وجل في هذه الآيات أن لكل نفس أجلها المحدود المؤجل يعني المؤقت الذي لا تزيد عنه ولا تنقص عنه ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها يعني أجر الدنيا نؤتيه منها نؤتيه منها ولذلك قال نؤتيه منها يعني من هذه من هذه الدنيا ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسيجزي الله الشاكرين لنعمه وفضله جزاء عظيم ثم قال عز وجل بعد ذلك وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين كأي تركيب هذه الكلمة فيه كلام طويل للمفسرين وأهل اللغة فيه في أصل تركيبها هل هي كلمة مركبة أم هي بسيطة ثم إذا كانت مركبة من أي شيء مركبت ولكن كلامهم يدور في النهاية كما يقول كما يقول أبو السعود يدور حول أنها بمعنى كم دال على معنى الاستفهام عن العدد كأي من نبي قتل يعني كم من نبي قتل معه ربيون ربيون كثير فيتشير الاستفهام عن العدد قال عز وجل كأي من نبي وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير قاتل معه قد ورد في هذا الموضع قراءتان سبعيتان متواترتان وقع خلاف بين أهل العلم في معنى الآية عليهم فقوله قاتل معه ربيون هذه قرأ بها حمزة والكسائي وعاصم وبها نقرأ على البناء للفعل قاتل معه ربيون فالذين قاتلوا معه فالذين قاتلوا هنا هم الأنبياء والربيون وفي قراءة أخرى سبعية قرأ بها أبو عمر وابن كثير ونافع قتل البناء للمجهول قتل معه فإذن هذه الآية تشير إلى أن هذه القراءة قراءة بابن المجهول إلى أن النبي قتل معه قتل هو وربيون كثير معه ويحتمل أن يكون أن هذا النبي قتل معه دفاعا عن الحق ربيون كثير ولا يلزم أن يكون هو الذي قتل وإنما هم قتلوا معه تقول قتل مع الجيش الفلاني كذا وكذا أو مع القائد الفلاني مئة ألف وأنت لا تريد أن القائد هو الذي قتل فهذه القراءة تثبت أنهم قتلوا على إحدى الأحتمالين إما أن يكون النبي ومعه ربيون كثير قتلوا أو أن هؤلاء الربيون قتلوا مع النبي يعني في صحبة النبي دون أن يكون النبي هو الذي قتل أما قراءة قاتل فهي لا يلزم منها حصول القتل وإنما المقاتلة المقاتلة قد يقتل بعضهم قد يصيبهم الجراح فكل من القراءتان تؤدي معنى أن كثيرا من الأنبياء والربيين معهم قد قاتلوا في سبيل الله فمنهم مرة قد يقتلون ومرة قد يصيبهم ما دون ما دون ذلك قوله ربيون كثير اختلف فيها المفسرون فمنهم من قال إن الرببيون هنا يعني ربانيون من الرباني وهو وهم أتباع الأنبياء وخاصتهم أتباع الأنبياء وخاصتهم ونعلم أن أتباع الأنبياء والخاصة هم الأصفياء من المؤمنين أصفياء المؤمنين يعني مثل الحواليين والمعنى الآخر وهو المشهور في اللغة أن الرببيون مش تقق من الكثرة يعني قتل معه أناس كثير الربيون يعني الكثيرون الجماعات الكثيرة الربيون يعني هي الجماعات الكثيرة فما وهنوا لما أصابهم من القتل أو الجراح ما أصابهم الضعف والجبن وما ضعفوا يعني ما قعدوا عن القتال وما استكانوا يعني ما خضعوا وخشعوا لأعدائهم مع هذا العذاب العظيم الذي أصابهم لكنهم لم يصبهم الجبن ولا الضعف ولا الاستكانة والمذلة ولهذا قال والله يحب الصابرين ما قال والله يحبهم لأن هذه الأخلاق التي هم عليها أخلاق من؟ الصابرين فالله يحبهم فوصفهم الله بالصبر وأيضا ذكر محبته لهم ثم قال وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يعني لم يكن منهم من قول لم يكن منهم من شكاية ما شكوا ما تأففوا ما جزعوا أبدا ما كان منهم إلا أن قالوا ماذا؟ ربنا اغفر لنا ذنوبهم سبحان الله هذا يعني تصيبهم القتل والجراح والألام الشديدة ومع ذلك يزدرون أنفسهم في جنب الله مع أنهم خرجوا لقتال عدو الله في أعظم ميدان ميدان الجهاد ومع ذلك يزدرون أنفسهم فيسألون الله أن يغفر ذنوبهم لأنهم علموا أن هذا الذي أصابهم ما أصابهم إلا من عندي أنفسهم فسألوا الله أن يغفر ذنوبهم أولا بدأوا بها ما بدأوا بالنصر على العدو ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا يعني مجاوزتنا في أمرنا وشؤوننا مجاوزتنا لما أمرتنا به ولحدود ما أمرتنا به وثبت أقتامنا بعد أن تغفر الذنوب وأن يتجاوز عنها يسألون الله التثبيت أقدامهم والنصر على الكافرين وهذا السؤال الحقيقة مع أنه في غاية الأدب مع الله إلا أن هذا هو المنطق الصحيح لأنه كما ذكرنا أن الهزيمة تكون في القلب أولا ولا سلامة منها إلا بالتجافي عن المعاصي التي هي السبب لضعف القلب ولذلك قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فإذا غفرت الذنوب ثبت القلب فإذا ثبت القلب ثبتت الأقدام في المعركة وإذا ثبتت الأقدام في المعركة كان النصر على العدو ولذلك قال اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فما كان جزائهم بعد ذلك فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة ثواب الدنيا بالنصر على العدو والتمكين والغنيمة وحسن ثواب الآخرة بإنزالهم أعلى المنازل منازل الجنة نسأل الله الكريم من فضله وأحب قبل أن تقل من هذه الآية أن أشير إلى أن الحادثة التي حصلت من قعود بعض الصحابة عن القتال بعد سماعهم مقتل النبي صلى الله عليه وسلم ومعاتبة الله عز وجل لهم تشير إلى مبدأ عظيم يجب على الدعاة إلى الله عز وجل وعلى من يحمل همى الدعوة إلى الله عز وجل أن يتنبه إليه وهو أن يكون قيامه ودعوته وجهاده من أجل الحق لذات الحق الذي يدعو إليه ليس لمن يحمل الحق ويقوم به كائنا ما كان حتى لو كان النبي فإن النبي يموت ويقتل فهل يموت ويقتل الحق بقتل النبي وهل يقعد الناس بعد موته أبدا بل يجب عليهم أن يقوموا ولذلك جاء في بعض الروايات والأثار أن أحد الصحابة مر به رجل أن مر به رجل وهو يتشحط في دمه يعني قد قارب الموت يتشحط في دمه فقال له أشعرت يا فلان أن محمدا قد قتل قال لئن كان قد قتل فقد بلغ فقوموا فقاتلوا عما كان عليه يقاتل أو شيئا من هذه أو نحو من هذه الكلمة فيقول إن كان قد مات فقد بلغ فقوموا فقاتلوا على ما كان يقاتل عليه فالحق والهدى لا يرتبط بأشخاص مهما على أماكنهم لأنهم قد يضلون وقد ينحرفون وقد يموتون وقد يقتلون فلا يرتبط الحق بهم بل الدعوة إلى الله وبدل المعروف والنصح الناس والسعي في الخير يقوم به لأنه هو الحق في ذاته ويهلك عليه الأول ويقوم به الآخر قول عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتمقلبوا خاسرين يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا مهما كان أولئك الكفار من اليهود والنصارى والمشتكين فيما يأمرونكم به يردوكم على أعقابكم يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين إرجعوكم بعد إيمانكم إلى الكفر فتنقلبوا خاسرين يعني قالب الرجل إلى أهله يعني رجع إلى أهله فترجعوا بعد ذلك بالخسران يعني لا ترجعون إلا بالخسران بل الله مولاكم وهو خير الناصرين يعني بل استعصموا واستمسكوا بالله عز وجل الذي هو ناصركم حقيقة فلا تسمعوا ولا تطيعوا إلى أولئك الكفر فإنهم لا يريدون بكم الخير والنصر ولا النصح بل بل الله عز وجل هو ناصركم يعني هو وليكم بل الله مولاكم يعني ناصركم وهو خير الناصرين سبحانه وبحمده ثم قال عز وجل سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين يقول عز وجل سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب الرعب أشد الفزع أشد الفزع يسمى ذلك رعبا بحيث أن فرائص الإنسان وأطرافه ترتعد وترتعب يصيبها للاضطراب والارثعات هذا يسمى رعبا فهو فزع شديد وتأملوا أن الله قال سنلقي أصل ذات الإلقاء فيه معنى إيش؟ القوة أصل ذات الإلقاء فيه معنى فيه معنى القوة فكيف إذا كان هذا الملقى الرعب ذاته؟ كأن الرعب شيء مجسم يؤخذ فيلقى في قلوبهم دفعة واحدة وانظروا إلى أين كان مقر هذا الإلقاء؟ في القلوب لأنها هي التي تنتصر وهي التي تهزم سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا يعني بسبب شركهم بالله شركا لم ينزل به سلطانا بمعنى أنه شركا موصوفا وحاله أنه لا سلطان له فإن كل شرك بالله ليس له سلطان يعني ليس له حجة وليس له برهان سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا يعني ما لم ينزل به حجة وبرهانا ومأواهم النار المأوى مكان الذي يرجع إليه الإنسان ويستقر فيه فيأوي إليه ويحتمي به فهؤلاء يأوون ويحتمون ويرجعون يوم الآخرة إلى النار وبئس القرار وبئس مثوى الظالمين وبئس ذلك المستقر والمرجع والمأوى مأوى للظالمين ووصفهم بالظالمين وصف فيه معنى التعليل يعني كان ذلك مستقرهم ومأواهم لأنهم ظالمون قال عز وجل ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين يقول عز وجل والكلام لا زال عن معركة أحد يقول عز وجل ولقد أنجزكم الله وعده وأحب هنا أن أشير إلى يعني هذه الآيات كلها تأتي مليئة بالدروس العظيمة وطويلة الحقيقة الآيات لو استعرضناها بآيات التي نزلت في غزوة بدر لو وجدنا أن غزوة أحد كانت الآيات المتعلقة بها أكثر مع أن تلك كان فيها نصر وهذه فيها هزيمة لأن أخذ الدروس من أسباب الهزيمة هو الذي يحقق النصر وهو الذي يجعل الإنسان مستمرا على نصره وإلا إذا لم يعلم الإنسان لماذا ينتصر ولماذا يهزم فإنه قد يهزم مرة من المرات وقد تكون تلك الهزيمة التي يهزم فيها هزيمة تأتي عليه ولا تبقي منه ولذلك حتى يعني نحن نستفيد من هذا حتى في حياتنا يعني ليس عيباً أن يفشل المر وأن يخسر وأن يهزم مرة في حياته ليس عيباً لأن الفشل هو طريق النجاح والهزيمة هي طريق النصر ولا يعرف طعم النصر وطعم النجاح إلا من داق طعم الهزيمة والفشل ولهذا تأتي الآيات تتكلم عن هذه المعركة على هذا النحو وهذا التفصيل وتأخذ هذه الدروس العظيمة منها يقول عز وجل وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ لأن الله وعد المؤمنين بنصرهم إذا هم اتقوه وعملوا بما أمر به وكيف صدقنا وعده قال إذ تحسونهم يعني صدقكم وحصل ذلك في وقت هو الوقت الذي كنتم تحسونهم فيه وأصل الحس القتل الذريع بعض المفسرين قال الحس القتل ولكنه يخص نوعا من القتل وهو القتل الذريع يعني القوتل الفاحش الكثير ولقد صدقكم الله وعده وكان هذا الوعد قد تحقق حيث بدأتم في قتل المشركين قتلا ذريعا وهذا هو الذي حصل في أول معركة أحد وقبل مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم واستمر الأمر حتى إلى غاية ماذا إذا فشلتم الفشل المراد به هنا الضعف حتى إذا فشلتم يعني ضعفتم عن الثبات على المواقع التي أمركم بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر فشل أصابكم الضعف لماذا قال لماذا قال عز وجل فشلتم هنا يعني بمعنى ضعفتم لأن الصحابة رأوا المغانم الذين كانوا على الجبل رأوا الصحابة يجمعون المغانم فضعفت نفسهم أرادوا أن يبادروا إلى جمع المغانم المغانم فحصل منهم الضعف وهذا هو الضعف الذي كان سببه القلب نفسه هو سبب سبب ضعفه وسمى ذلك فشلا في عدم القدرة على الانتصار على رغبة النفس في هذا المطمع الدنيوي سماه سماه الله عز وجل فشلا حتى إذا فشلتم أصابهم الفشل هم لم يخرجوا لم يبارحوا مكانهم ما زالوا باقين لكن حصل أي شيء الفشل في القلب فماذا أورث بعد ذلك وتنازعتم بعد الفشل في القلب حصل التنازع هل نبقى أو نذهب فمن طائفة يقول لا نبقى وطائفة يقول لا نثبت فإن النبي نهانا حصل التنازع وإذا حصل التنازع كان الهزيمة حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر بين أن تبقوا وبين أن تذهبوا وعصيتم عصيتم بأي شيء بالذهب وترك المكان من بعد ما أراكم ما تحبون من الذي يحبون كان القتل العدو والانتصار عليهم ورؤية المغانب منكم من يريد الدنيا سبحان الله منها الصحابة من كان يريد الدنيا يعني يريد المغانب ومنكم من يريد الآخرة وهو امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يعطيك يعني أن الصحابة بشر وليسوا ملائكة فيهم هذه الرغبات الفطرية في النفس فيتعلق أحدهم بالدنيا ولذلك لا حرج في ذلك أن يتعلق الإنسان بشيء من الدنيا وأن ترغب نفسه فيه منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة حتى الصحابة يقع منهم ذلك لكن إرادة الدنيا لا تكون على حساب الدين هذا هو المنهي عنه وهو المذموم وهو المذموم منكم من يريد الدنيا قال عز وجل ثم صرفكم عنهم صرفكم عنهم صرفكم عن النصر عليهم عن الانتصار عن قتالهم لماذا صرفكم ليبتليكم ليبتليكم بهذا الانصرف فإذا صرفكم عنهم تسلطوا عليكم وإذا تسلطوا عليكم حصل حصل الابتلاء الابتلاء لكم ليبتليكم ولقد عفى عنكم ومع ذلك الله عز وجل رحيم بعباده حتى مع هذه المخالفة منهم للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قد عفى عنهم ليبتريهم فيعلم الصابر من الجازع ويعلم المؤمنة من المنافر ثم صرفكم عنهم ليبتريكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين لأنه عفى عنهم وإلا لكان قادر عز وجل أن يكون الذي أصابهم من المشركين أعظم من هذا فإن الذي أصابهم من المشركين بعض القتل ولم يستأصلهم المشركين ولذلك سيأتي الكلام على أن المشركين أرادوا الرجوع مرة أخرى لاستئصان لاستئصان النبي والصحابة فكف الله أدى المشركين عن الصحابة فإذا يعني الله عز وجل عفى عن المؤمنين ولطف بهم فلم يؤاخذهم وأيضا حماهم ووقاهم من أدن من المشركين أكبر مما أصابهم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين يتفضل عليهم أولا بالعفو ويتفضل عليهم ثانيا بمضاعفة الحسنات بمضاعفة حسناتهم وثوابهم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر